في موضوع اخر يجتمع اليوم مزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع نظيرهم التركي مولود جويج اوغلو في العاصمة السعودية الرياض وسيترأس الاجتماع وزير الخارجية السعودية عادل جبير ويأتي الاجتماع في ظل زيادة التنصيق الخليجي التركي تجاه الملفات العالقة في المنطقة خاصة السرع في سوريا من جدة ينضم الينا المحلل السياسي دكتور خالد بطرفي مرحبا بك معنا دكتور خالد في ظل ما تمر به المنطقة والملفات التي تشارك بها دول الخليج يترح التساؤل عن اهداف هذا الاجتماع بين الجانب الخليجي وتركيا اولا هذا الاجتماع يسمى اجتماع الدوري الحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وبين تركيا ليس هو الحوار الاول ولن يكون الاخير واجتماع دوري ينسقون فيه بشأن شتى الامور وخاصة الاقتصادية مما رشح من بعض المصادر ان هذه المرة ستكون في مفاجأة سارة وهي تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وبين مجلس التعاون الخليجي اذا تحقق ذلك فستكون فيه خير كبير لجميع المستثمرين وحتى السياح والسركات التركية تتعامل معاملة خاصة في الخليج السركات الخليجية تتعامل معاملة خاصة في تركيا طبعا الجوانب الامنية وقضايا المنطقة ايضا حاضرة هناك القضية السورية بالذات حاضرة بقوة واعتقد ان الامن الجماعي في المنطقة والتعاون في محاربة الارهاب ومكافحة التجاهات التطرف والطائفية في المنطقة اتوقع ان تكون حاضرة ايضا هو يناقش جميع الجوانب الوفد التركي يشمل ايضا وزير الاقتصاد وهذا مؤشر على البعد الاقتصادي الهام صحيح طيب دكتور خالد اليوم التقى بملك سلمان اذا كانت تركيا ستمنح كل هذه المزايا والمغريات الاقتصادية في منطقة الخليج كيف يمكن ان يكون المقابل بما يحفظ المصالح الخليجية في الملفات الهمة التي ذكرتها كالوضع في سوريا الوضع الاقليمي عموما التحديات الامنية التي تواجه دول الخليج اولا هي تحديات مشتركة ومصالح مشتركة اذا جنل المصالح الاقتصادية ايضا هناك عدد شركات اكبر سعودية مثلا 800 شركة سعودية في تركيا مسجلة وحوالي 100 شركة فقط تركيا مسجلة في السعودية فهناك ايضا مصالح استثمارية ضخمة لأفراد ومؤسسات وشركات في تركيا كلها يفترض حسب الاتفاقية الجديدة ان تحظى بمعاملة خاصة بالنسبة للوضع الامني والوضع السياسي فالمصالح ايضا مشتركة الكل يواجه الارهاب الكل يواجه العدوان الايراني وتدخل الايراني في شؤون المنطقة الكل يواجه ما يسمى ببناء الهلال الشيعي الممتد من ايران الى سواح البحر الابض المتوسط من خلال تهجير المدن والقرى والمناطق السنية في جنوب تركيا شمال سوريا والعراق والكل يترقب معركة الموصل ويراقب معركة حلب بس دكتور اسمح لي ان اتحدث معك وانت في المملكة العربية السعودية فانا اسألك عن وجهة نظرك في المصالح الخليجية التي يمكن لتركيا تلبيتها بشأن هذه المخاوف حتى اذا كان الكل يواجه كل هذه الاخطار لكن ما الذي سيحصل عليه الخليجيون من تركيا في هذه المرحلة لا انظر اليها اننا سنحصل منهم على حماية او دعم بقدر ما نحصل على عمل مشترك يعني القوات السعودية الان موجودة في قاعدة انجرلك القوات الجوية وقوات برية موجودة لتدعم الحرب على الارهاب فأي مهام او اي اعمال لدعم الشعب السوري هي اعمال مشتركة يشارك فيها الطرفان بنفس القدر ليس فيها قدر يستفيد اكثر من الاخر هل قد يكون هذا التقارب الخليجي التركي على حساب علاقات او تقارب دول الخليج مع دول اخرى كمصر مثلا مصر كانت مدعوة دائما للمشاركة في هذا التحالف في مواجهة تدخلات الايرانية والمخاطر التي تواجهها المنطقة شاركت في بعض الامور شاركت في التحالف العربي شاركت في التحالف الاسلامي لمكافحة الارهاب ولكن تخلفت في امور اخرى يعني لم توافق فيها موقف الدول الخليج على سبيل المثال في قضية بقاء بشار الاسد فمصر ايضا معنا في كثير من القضايا ولكن في قضايا اخرى لها سياستها الخاصة نعم شكرا لك دكتور خالد بطرفي المحلل السياسي كنت معنا مباشرة من جدة شكرا لك